سرعة اليوم فاتح وصل شرلة جديدة مرة ثانية فالدكتور يعقوب يعني أنا لو اقترحت مثلا أنك تقول كلمة حق مثلا خالد الشيخ أنا هذا اقترح مني أنا يعني ما أقدر أوفي يعني لو أتكلم عن بقول دكتور خالد خالد الشيخ لأنه المفروض نتفق كلنا كموسيقيين ونعطيه اللغة بهذا فعلا يعني شهادة أتفزي أول شيء أول شيء فنان لذوق رفيع عنده ثقافة واسعة ملم بكل شيء بالنسبة للموسيقى شرفنا صراحة وإحنا فخورين في كلنا كفنانين وموسيقيين ويكفي أنه على فكرة خالد الشيخ ما يعني يقبل أي مقابلة أنا عرف عنه هالشيء يعني فجيتهني للفنانين وبعدين لمساعدة الفنانين هذا صراحة أنا أشكره أشكره على هالجاة هذه كفاية يعني وبعدين بقول شغل أنوح عليها يعني خالد من النوع اللي يشجع الفنان من زقرة وبدايته يشجع من الناس المشجعين يعني أنا أول ما باركلي على الدكتوراه لما خدت الدكتوراه وأوصى على نشر رسالة الدكتوراه والماجستير يعني هذه أنا أشكره عليها جدا وما يعني ما أقدر يعني ما أقدر أعبر صراحة شكراً يا دكتور يعقب على الكلمة الجميلة بحق خالد هو يستاهل أنا لو لو عرفتني وأنا أكلم في التليفون وأنا أذكر والسين وأنا وسهيل هنا وقل لي يا خالد نحن نبقيك عندنا قال أنت تأمرني والله أنا أخجل تواضعي يعني أنت أمرني نحن ما نأمر عليك نحن نجاك ونطلبك أنك تشرفنا قال والله تأمرني وعلى طول حدد مع سهيل وفعلاً أنا كانت إيتك يا خالد أبقيها للمتسابقين تكون دعم وتكون عوناً لهم عشان تجيبني بناسمع نصائحك على عجالة إن شاء الله أنا دكتور شهادة يعني شهادة أعتز فيها وأعتبرها وسام على صدري منك كنت دكتور وبودي أني أقول أن أيضاً وجود دكتور مع أعضاء اللجنة المحترمين دكتور يعقوب بغض النظر عن مساهماته في المجال في المجال الغنائي اللي إحنا كلنا نشتغل فيه إلا أنه من الناس اللي هتموا كثيراً بتسجيل وتدوين وبالعمل على نشر رسالته في الماجستير والدكتوراه في مواضيع بصراحة يمكن ما كان أحد يقدر يتطرق لها لذلك أنا أشكر القائمين على البرنامج على أن يكون الدكتور موجود معاهم وشكراً جزيلاً على كل اللي قال بالنسبة